موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة نبدأها من صحيفة وطن تركيا التي نشرت تحت عنوان المقاتلات التركية تسقط حوامة سوريا حيث تورد الصحيفة نبأ اسقاط المقاتلات التركية من الوحية سوريا تجاوزت الحدود مسافة سبعة أميال مشيرة إلى أن مقاتلات تركيا من طراز F-16 حلقت من مطار أضنى بعد تلقيها نبأ انتهاك الحدود وقامت بإنذارها إلا أنها لم تستجب للإنذار مما دفع المقاتلات التركية إلى إسقاطها بصاروخين جويين سقطت المروحية على أثرها في الأراضي سوريا من جهتها أشارت رئاسة أركان الجيش إلى إسقاطها المروحية وأكد النبأ من قبل وزير الدفاع التركي وصرح رئيس الوزراء أحمد داود أغلو أن أي طائرة تتجاوز الحدود سيجري إسقاطها من جهته ادعى النظام السوري بأن الطائرة التي أسقطتها تركيا كانت طائرة بدون طيار ونبقى في الصحافة التركية أيضا حيث نشر موقع تركيبريس تحت عنوان بلدية غاز عينتاب تختار موقعا لإنشاء الجامعة التركية القطرية حيث أعلنت رئيسة بلدية ولاية غاز عينتاب التركية فاطمة شاهين أن العمل جار من أجل اختيار المكان الذي ستقام عليه الجامعة الدولية التركية القطرية التي سيتم تدريس فيها باللغتين العربية والإنجليزية وستستهدف في المرحلة الأولى الطلب السوريين المقيمين في تركيا وذكرت شاهين في أن السفارة القطرية في تركيا سترسل لجانا فنية لدراسة المواقع التي اقترحتها البلدية لإقامة الجامعة بناء على طلب من وزير التعليم التركي ناجي أوجي ومن ثم تبدأ الخطوات الفعلية لإنشاء الجامعة ولفتت شاهين إلى أن السفارة القطرية تجري الدراسات اللازمة حول الكيفية التي ستكون عليها الجامعة مؤكدة أن بلديتها ستبذل كامل جهدها من أجل إنهاء العمل في الجامعة بأسرع وقت ممكن وأشارت إلى أن الجامعة ستستهدف أولا الطلب السوريين المقيمين في تركيا إلا أنها ستقبل في مرحلة لاحقة طلب التراك ومن جنسيات أخرى مضيفة أنها ستتضمن أقساما تلبي حاجة منطقة الشرق الأوسط للقوى العاملة والموظفين المهارة وقالت إن فكرة الجامعة بثقت خلال زيارة الشيخة موزة والدة أمير قطر لتركيا بدعوة من زوجة الرئيس التركي أمين أردغان وتفقدها لمخيمات اللاجئين السوريين في تركيا حيث تأثرت لدرجة كبيرة بحالهم ولفتت شاهين لوجود حوالي 300 ألف لاجئ سوري في مدينة غازي عينتاب التركية بينهم كثير من الشباب في سن التعليم بالإضافة لوجود الكثير من الأكاديميين بين اللاجئين شبكة شام الإخبارية نشرت مقالة لضياء الميدان بعنوان دمشق بين إعلام الثورة والنظام كتر الحكية شام حيث تعتبر دمشق أقدم عاصمة في التاريخ عاصمة الأمويين وعاصمة الياسمين وفي رواية أخرى عاصمة الهاون والاعتقالات دمشق الهادئة والحياة الطبيعية التي تسير على قدم وساق حسب ما يسعمه إعلام النظام أهل دمشق المتخاذلون والخائنين الذين يعيشون عيشة خمس نجوم دون الاكتراث لما يحصل في عموم الولاد حسب ما يروج إليه بعض إعلامي الثورة أما في عيون أهلها وساكنيها فهي عاصمتهم المحتلة فلو كان لدمشق أن تتكلم لشكت حالا أصبحت القيود فيها تتسع لتشمل المدينة بأكملها تقيد شوارعها ومنازلها حضارتها وتاريخها فقد أصبح ابنها غريب وحرها مقيد وشريفها خلف الحديد هي العاصمة التي لا يمكن وصفها إلا أنها معتقل كبير لأكثر من ستة ملايين مواطن سوري بين ساكن ومهجر من باقي المحافظات تكاد لا تطرف لك عين إلا وتقع على أحدهم يرتدي زيا مموها يحمل سلاحا تراهم في الشوارع في الساحات في الأسواق وفي أقبية الأبنية السكنية ناهيك عن حواجزهم التي ترفرف بها رياتهم الطائفية على ألحان الأغاني التي تعزف على ذات اللحن الطائفي لديهم الوقاحة الكافية ليتخذوا إذلال الناس للتسلية وانتهاك الأعراض هواية وسحب عدد كبير من الشباب للإحتياط أو اقتيادهم للعمل سخرة في حفر الأنفاق على الجبهات المشتعلة في أطراف الدمشق أو أخذهم لمعتقلات الموت التي انتلأت بمئات الدمشقيين حتى أصبح من يخرج من منزله يخرج على دمه ليؤمن القوت لأهله وأولاده ولا يعلم إن كان سوف يعود أو لا لأنه أصبح في زمن انطبق فيه المثل الدمشقي القائل الطالع مفقود والراجى مولود وهناك أيضا طائر أسود يحمل معه الموت يحلق في سماء العاصمة المحتلة يتغذى على دماء المواطنين ويتواجد بكثرة في أماكن المدنيين والبيوت السكنية والمحات التجارية يسمى بالهاوان فسقوط تلك القذائف أصبح سنة معتادة حتى أصبحنا نستغرب أن يمر يوم دون أن يسجل سقوط عدد من القذائف ودون أن تخلف وراءها شهداء وتقتل أطفالا وترمل نساء وتهدم بيوتا أصبحت خالية من الماء لأن الماء على عكس الهاوان فقد تبقى مقطوعة لأسبوع كامل دون أن تأتي وإن أتت فقد تأتي باستحياء كالضيف الخجول متعطرا برائحة كريهة كالمزوت ثم تذهب دون أن تترك الفرصة لوداعها عبر ملء خزان المياه وانقطاع تيار الكهربائي الذي زاد الأمر سوءا بسبب عدب المقدرة على تشغيل مضخات المياه لأن قطع الكهرباء أصبح فرض يومي طويل الأمد فقد يبقى لأكثر من خمسة عشر ساعة وقد تبقى لعدة أيام مقطوعة لتقطع معها صوت العاصمة ونبضها وتسكت صوتها وصوت أهلها عن العالم لتصبح دمشق لا تسمع ولا تتكلم فقد تذبح وتتألم تتألم بصمت نشرت صحيفة تليغراف البريطانية تقريرا لديفيد بلير بعنوان بريطانيا تدرب المعارضة السورية المسلحة بينما يواجه الأسد النهاية وتقول الصحيفة إن بريطانيا سترسل خمسة وثمانين جنديا لتدريب المعارضة المسلحة السورية في معسكرات في تركيا والأردن حسب ما قالت وزارة الدفاع البريطانية وسينضم الجنود البريطانيين إلى مبادرة أمريكية لتدريب خمسة آلاف من أفراد المعارضة المسلحة السورية كل عام خلال الأعوام الثلاثة القادمة وتقول الصحيفة أن التدريب يهدف إلى أن يكون لدى المعارضة السورية المسلحة القدرة على قتال قوات الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية مضيفة أنه في الآوين الأخيرة حققت المعارضة المسلحة انتصارات عسكرية على القوات الحكومية في مناطق مختلفة في سوريا وإذا استمر تقدمها شمالا فإنها قد تتقدم شمالا صوبا دمشق وتشير الصحيفة أن انتصارات المعارضة المسلحة أحدثت انقسامات وسط المناصب العليا في النظام السوري حيث توجد مؤشرات على أن أفراد الدائرة الداخلية في النظام الأسد ومن بينهم قادة أجهزة المخابرات انقلبوا على بعضهم البعض وفي صحيفة الڭاردين نشر مقال لباتريك كينجزلي بعنوان تحذيرات للغرب من ردة الفعل بعد الحكم على مرسيب الأعدام ويقول كينجزلي إن بعض الإسلاميين المصريين حذروا أن العالم يجب أن يتأهب لردة الفعل بعد الحكم على الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد بالإعدام بعد نحو عامين من عزله على يد الجيش إثر مظاهرات حاشدة ضد حكمه ويقول كينجزلي إن المحللين يرون أن من غير المرجح أن يمضي النظام المصري ويمضي قدوما في تنفيذ الحكم بالإعدام على مرسي وعلى أكثر من مئة شخص حكم عليهم بالإعدام معه ولكن هذا الحكم هو أحدث الإجراءات ضمن حملة مستمرة منذ الثالث والعشرين منذ ثلاثة وعشرين شهرا ضد الإسلاميين واليساريين قتل فيها الألاف وسجن فيها عشرة الألاف وقالت هدى عبد المنعم القيادية في الجنح السياسي للإخوان المسلمين للصحيفة إن من بين الذين حكم عليهم بالإعدام إثنان توفياء عامي 2008 و2009 وثالث محتجز في السجون الإسرائيلية منذ عوام وأضافت النظام يريد الانتقام إننا في مهزلة يقودها العسكر بالتعاون مع الإعلام الفاسد وينفذها القضاء الفاسد وحذر المسؤول الإخواني أحمد رامي الحوفي وهو أحد الذين حكم عليهم غيابيا الغرب من ردة الفعل قائلا العالم بأسره سيدفع ثمن حكم الإعدام وسيدفع ثمن خيانة مبادئ الحرية والعدلة وأضاف ضع نفسك في محل مئات الأسر التي لديها يقين ببراءة أبنائها والذين يرونهم الآن يحكم عليهم بالإعدام ويرون أن العالم يخذلهم كيف سينظرون إلى العالم وإلى الذين يتحدثون عن العدل وحقوق الإنسان صحيفة العرب اللندنية نشرت مقالا لخير الله خير الله تحت عنوان الفارق بين الأسد الأب والأسد الأبن اعتبر فيه أن ما يجمع بين الأسد الأب والأسد الأبن هو تلك الحاجة الدائمة إلى الهروب إلى الخارج السوري وأوضح أن حافظ الأسد استند في هروبه إلى توازنات معينة من بينها علاقته العربية التي ترافقت مع علاقة عميقة مع إيران وأعرف كيف يخفي الطابع المذهبي لتلك العلاقة وتغليفها بشعارات ذات بعد عربية أما بشار الأسد المعجب بحزب الله والجاهل لحقيقة مثل هذا النوع من الأحزاب المذهبية وطبيعة دورها فقد غرق منذ البداية في فخ العلاقة مع إيران وانتهى بكل بساطة أسير تلك العلاقة في بلد لا يمكن أن يقبل بالهيمنة الإيرانية بأي شكل ورأي الكاتب أن النظام وصل إلى مرحلة لم تعود فيها فائدة من لعبة الهروب إلى خارج مشيرا إلى أن بشار حاول منذ البداية ممارسة هذه اللعبة وأرسل في هذه المرحلة مع بعض اندلاع ثورة الشعب قبل ما يزيد على أربعة سنوات لبنانيين وفلسطينيين من المساكين إلى جنوب لبنان وإلى الجولان مهددا بفتح جبهة جديدة لكن كل ذلك لم ينفع في شيء ولفت الكاتب إلى أن بشار أراد حتى الهروب إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل لكنه اكتشف في النهاية أن ساعة الحقيقة دقت للنظام ولسوريا في الوقت ذاته مبينا أنه عاش داخل فقاعة عزلته عن الواقع السوري وعن الواقعين العربي والعالمي فانفجرت الفقاعة وانفجرت معها سوريا وفي صحيفة القدس العربي نطالع مقالا لفيصل القاسم بعنوان العرب بين المشروعين الصهيوني والصفيوني اعتبر فيه أن الاستراتيجية الإيرانية التي تعمل على تقسيم المقسم وتجزيئة المجزة كما يفعل الغرب والصهيين أخطر من اتفاقية سايكس بيكو البريطانية الفرنسية التي شردمت العرب إلى 22 كيانا في العقد الثاني من القرن الماضي وبعد أن أشار إلى أن تدخل الإيراني لصالح الحوظيين في اليمن يعمل على تشييع غيرهم بهدف سلخهم عن بلدهم والتلاعب بهم خدمة للمصالح الإيرانية العابرة للمنطقة لفت القاسم لأن إيران تدفع بالشيعة إلى التمترس والانغلاق والانفصال في العراق مما جعله يعاني الأمرين على صعيد وحدته الوطنية منذ أن تكالب عليه الأمريكيون والإيرانيون منذ عام 2003 أما في سوريا فيبرز قاسم أن صورة أصبحت أكثر وضوحاً وقد تام من حيث مدى التدخل الإيراني وضرب المكونات السورية ببعضها البعض مما يهدد وحدة البلاد بشكل خطير موضحاً أن دعم إيران للنظام الحاكيم في سوريا له خلفيات عقائدية وطائفية لا تخفى على أحد حتى لو أدى ذلك إلى تهميش السواد الأعظم من السوريين وتنفيرهم وبين القاسم أن إيران تعرف بأن الغالبية العظمى من الشعب السوري لا تتبع ملتها دينياً وهي بالتالي لا يمكن أن تقبل بالنفوذ الإيراني في سوريا على طريقة العراقية وانطلاقاً من هذه الحقيقة يرى البعض أن إيران لا تمانع في تقسيم سوريا ودعم المتحالفين معها سياسياً ومذهبياً لإقامة دويلة تحفظ لها طريق المرور إلى لبنان حيث تدعم هناك دويلة داخل دويلة ألا وهي دويلة حزب الله وخلص الكاتب متسائلاً هل تقل خطورة المشاريع الإيرانية عن المشاريع الغربية والإسرائيلية لتفتيت المنطقة العربية وشرثمتها؟ جريدة حبر نشرت افتتاحية بعنوان ذهنية التخوين حيث يراها الكاتب أنها واحدة من أكبر المشكلات التي تعرضت لها الثورة وما زالت حتى صار الشرفاء في الثورة قلة أو ندرة فلا يوجد إنسان بدون عيب وما أسهل تضخيم العيوب الصغيرة لتصبح خيانات تتداول على مواقع التواصل وتفرغ جميع رموز الثورة أو ناشطيها من أي قيمة يمكن البناء عليها لا غرابة في ذلك لا غرابة من شعب أنهاكه الفساد طيلة خمسين عاماً أو تزيد فعندما قام بثورته تخيل أنها المعصومة عن كل زلل فصار أي خطأ يراه فيها مهما صغر هو مدعاة للخوف والريبا سرعان ما يتطور هذا الخطأ في ذهن المتلقي الثورجي ليبدأ بتخيله فساداً يكبر ويكبر حتى يبدأ بمحاربته واتهام أصحابه بأنهم باعوا البلاد والعباد بثمن بخس أخذ هذا التصور يمتد ويتشعب مما جعل الثور يبتعدون عن التصدي للعمل في مؤسسات الثورة خشية على أنفسهم أن يتهموا بالفساد والخيانة نتيجة أي خطأ بسيط يرتكبونه ليتحول بالتحليل والتمحيص عند كثير من رواد الإنترنت إلى خيوط الخيانة بدأوا يكتشفونها بعبقريتهم الفذة التي خبرت الفساد جيداً والأدهى من ذلك عدم التأكد والتقصي بل اكتفاء بالتحليلات الشخصية والأخبار التي ترد من هنا وهناك ففرغت هذه المؤسسات من شرفاء وصار الشريف فيها متهماً حتى يرتكبها حتى يتركها وهكذا صنعنا الفساد بأيدينا من حيث قدرنا أننا نحاربه بل ووصل الأمر إلى أن الكثير من الأعمال الجيدة صارت أول عند بعضهم بأهداف خبيثة فإذا قدم أحدهم وقدم مساعدة سارع آخر ليلمزه منصباً وسلطة وإذا نفذ مشروعاً يساعد به الناس صار الحديث عن أرباح شخصية كبيرة يضعها في جيبه وكل ذلك بلا أي دليل أو برهان لا أريد أن أطيل فيما أعرضه معروف للجبيع ولكن إن أردنا بناء وطن حقيقي فعلينا أن نبتعد عن هذه السلبية والشيطن لكل ما حولنا وعلينا أن نتمتع بكثير من أثيقة وبادرة حسن النية وتقبل بعضنا البعض وإن رودتنا المخاوف فلتكن هذه المخاوفية مؤشرات للحذر في داخلنا وليست مواقف مسبقة ننطلق منها فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته وليس العكس فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون وصلنا لنهاية الحلقة نترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة